أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الأفريقية ودفع جهود التنمية والتكامل القري وإعادة الإعمار ذلك باعتبار مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي تترأسه القاهرة هذا الشهر وقد نظمت الرئاسة المصرية لقاء لأعضاء المجلس مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ذلك لتبادل الرؤى حول سبل الاستجابة للتحديات وتطورات المتلاحقة في القرى الأفريقية كذلك الشرق الأوسط كما نظمت الرئاسة المصرية للمجلس زيارة لوفد المجلس إلى بور سودان في أول زيارة من نوعها منذ تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في عام 2021 حيث التقى وفد المجلس رئيس مجلس السيادة السودانية الانتقالية عبد الفتاح البرهان بالإضافة إلى العديد من رموز المجتمع المدني وممثل الأحزاب والقوى السياسية بالسودان ترجمة نانسي قنقر